أنهى الخام الجزائري تدابلات الأسبوع للجمعة ملامساً حاجز مئة دولار للبرميل لأول مرة منذ ثماني سنوات وتجاوز سعر النفط المعروف بمزيج سحاري بلاند حاجز سبعة وتسعين فاصل ثمانية وأربعين دولاراً للبرميل محققاً مكاسب يومية قاربت خمسة دولارات في جلسة الجمعة بزيادة قدرت بأكثر من أربعة فاصل ستين في المئة عن جلسة التسوية الخاميس الماضي ويفصل الخام الجزائري أقل من ثلاثة دولارات لتجاوز عتبة المئة دولار ليكون بذلك أغلى خامات العالم بفارق خمسة دولارات عن سعر الخام براند القياسي العالمي